مرحبا بكم مجددا أعزائنا في تقرير جديد من Equity Global Markets معكم الرائد الخضر نتحدث في هذا التقرير أولا عن البيانات الأمريكية جاءت بيانات إعنات ضد البطالة الأمريكية بمتوسط أدنى من التوقعات وبالتالي القراءة جيدة تعتبر وتحسب أيضا إلى توقع قراءة جيدة عن سوق العمل يوم غد تحديدا حيث ننتظر بيانات الوظائف الغير زراعية الأمريكية حتى الآن مجمل الإشارات التي نأخذها عن بيانات الوظائف الغير زراعية الأمريكية إيجابية بعض الشيء وذلك يعني أنه ممكن تكون القراءة قريبة من التوقعات أو أعلى منها بقليل عند الـ 189 ألف وظيفة ولكن ذلك لم يؤثر كثيرا على الدولار الأمريكي الذي يبدو أنه لا يزال دون المستويات المطلوبة أو تحت الضغط بالاتجاه المنخفض قريب من المستويات 92 كمؤشر للدولار الأمريكي أمام مجموعة من العملات باستثناء جينيل استرليني جينيل استرليني الذي تراجع بحده خلال التعاملات اليوم مع إبقاء المركزي البريطاني على أسعار الفائدة والتصريحات التي جاءت على لسان رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني الذي أشار إلى أن الوضع الاقتصادي ووضع في المملكة المتحدة ليس بحالة جيدة خصوصا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن الأثار السلبية لذلك بدأت تظهر حقيقة على الاقتصاد وعلى التضخم بشكل أكثر دقة التضخم لا يزال دون المستويات ومنخفض بشكل كبير ويتراجع في الوقت الحالي طبعا التضخم نتحدث كان قد ارتفع بشكل واضح بنتيجة انخفاض قيمة الجينيل استرليني ولكن حتى الآن هذا التضخم خارج عن السيطرة من المملكة المتحدة ومن قبل المركز البريطاني لذلك سوف يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة وذلك حتى عام 2020 بالتالي التوقعات التي كانت عندها مرتين الآن يمكن أن نتجاوز هذه التوقعات ولكن مع ذلك التصويت جاءت من داخل المركز البريطاني من خلال سبعة أعضاء صوتوا لإبقاء أسعار الفائدة كما هي في حين عضوين فقط صوتوا لرفع أسعار الفائدة انخفاضا من ثلاثة أعضاء في الاجتماع السابق وبالتالي رأينا تراجعات الجينيل استرليني التي شهدناها اليوم إجمالا لازالت الأسواق تنتظر بيانات الوظائف الغير الزراعية الأمريكية يوم غد والتي ستكون هي المحرك الأساسي للأسواق مسلسل ارتفاعات أسواق الأسهم الأمريكية يستمر بالارتفاع بعد ارتفاعات يوم أمس التي جاءت بنتيجة بيانات شركة أبل وبعض الشركات الأخرى التي أعلنت عن أرباحها الأعلى من التوقعات ارتفعت بشكل واضح وذلك أثر أيضا على أداء الأسواق داو جونز يتجاوز مستويات 22 ألف نقطة ومع افتتاحات اليوم أيضا يواصل الارتفاعات بشكل ملحوظ هذا كل ما لدينا في تقريرنا لليوم نشكر لكم من المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم